أنت تريد أنك تكون قائد متواضع ويمكن الآخر ولكن ممكن تواجهك التحديات والعواقب وسبب العوام المختلفة واليوم في هذا التسجيل فأقوم بمناقشة هذه التحديات وكيفية التغلب عليها أنا غاية البروانية سفيرة الطموحات وهامست النتائج اللاجحة وشهدت بعض التحديات الرئيسية التي تواجه القادة لما يكونوا يريدوا أنهم يقودوا بتواضع وتمكين الآخرين منها التردد الملحوظ يعني ممكن ينظر إلى القادة المتواضعين بشكل مفرد طبعا أنهم غير حاسمين وخاصة وقت اتخاذ القرارات الحاسمة اللي ممكن تعيق فعاليتهم ممكن كمان يعيق التقدم الوظيفي فالتواضع إذا لم يكن متوازن بشكل فعال ممكن يعيق التقدم الوظيفي لأنه ممكن ينظر إلى هذا القائد أنه ما ينقص الحزمه أو ينقص الثقة في نفسه وفي قراراته طبعا كمان ممكن يحد من تطوير الفريق فالتواضع المفرد ممكن أنه يحد من قدرة القائد أنه يدفع التطوير في الفريق والنموه من خلال تردده في التصره بشكل حاسم وقت الحاجة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز القيادة الفعالة مع تمكين الآخرين ممكن للقائد أنه يقوم بأحد ما يلي أولا تحقيق التوازن ما بين التواضع والحزم حيث أنه هذا التوازن بيساعد القائد أنه يحافظ على المصداقية والحسن عند الحاجة ثانيا الإجماع في الآراء بحكمة السعي في الإجماع وأننا ناخذ آراء الجميع مهمة جدا ولكن على القائد كمان أنه يعرف متى يتخذ القرارات الحاسمة لصالح الفريق والمنظمة ثالثا الإقرار بالإنجازات الإقرار بالإنجازات الفريق والاقتفال فيها مع الإقرار بالمساهمات الفردية كمان علشان يتمكن أعضاء الفريق بالحسن لأنهم يحسوا بأهبيتهم كمان رابعا تشجيع فرص النمو على القائد الفعال أنه يخلق بيئة شجع النمو والتعلم والتطور لأعضاء الفريق من خلال توفير الفرص للتقدم وبناء المغارات ومن خلال التغلب على التحديات بنهل متوازن يمكن للقائد تنمية التواضع مع تمكين الآخرين بشكل فعال وتعزيز بيئة عمل إيجابية ودفع نجاح الفريق وأدعوكم في هذه الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل إنكم تلقوا نظرة على التحديات الشخصية اللي تواجهكم عندما تفكروا بالتواضع والتمكين في قيادتكم وكيف يمكنكم تحقيق التوازن بينكم إذا كنتم تريد الدعم حول هذا الموضوع يرجى التواصل معي على غاية برواني دوت كوم أو زيارة موقع غاية برواني دوت كوم لمزيد من المعلومات حول كيفية دعمي للمنظمات والفرق والخال وكلا عمون توبقية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر